الآن أريدكم إخواني وإخواتي تغمضوا عيونكم أنت ما تزال ماسك المال فقط أريدك أريدكم أن تغمضوا عيونكم واسمعوا اسمعوا الذي أقوله الآن فقط اسمع وامسك المال اشعر بالمال حرك يدك يعني هكذا تسمع الآن وأنت غامض عيونك واسمعني يزداد مالي أزداد ثراء أزداد ثراء وشاهد نفسك أنت شخص ثري أليس هذا رائعا أنا ثري المال يأتي في حياتي بسهولة المال يأتي في حياتي بسهولة أحصل على المال بسهولة المال يحبني حياتي تمتلئ بالثراء المال كل شيء أمسكه يتحول إلى مال حياتي فرص مالية عظيمة حياتي فرص مالية عظيمة أنا الثراء أنا الثراء الآن ماذا أريد منكم أخواني واخواتي الأعزاء أن تشموا المال تقربه يعني باتجاه أنفك تشمه باستمرار واسمع اللي أقوله فابدأ الآن بشم المال وركز على الكلام اللي أقوله طبعا أنت هنا أيضا نفس الشيء تبقي على الغماظ عيونك مغلقة فتقرب الآن الأوراق المالية تشمها واسمع يزداد مالي أزداد ثراء أليس هذا رائعا أناثري المال يأتي في حياتي بسهولة المال يأتي في حياتي بسهولة أحصل على المال بسهولة المال يحبني حياتي تمتلئ بالثراء المالي تستمر تشتم المال وتسمع الذي أقوله كل شيء يمسكه يتحول إلى مال حياتي فرص مالية عظيمة أنا الثراء أنا الثراء تفتح عيونك أريدكم شباب أن تقرأوا العبارات هذه الأسطر بسرعة أقرأها بسرعة الآن يعني هكذا يزداد مالي أزداد ثراء أليس هذا رائعا أناثري المال يأتي في حياتي بسهولة أحصل على المال بسهولة المال يحبني حياتي تمتلئ بالثراء المالي كل شيء يمسكه يتحول إلى مال حياتي فرص مالية عظيمة أنا الثراء ردده بسرعة الآن مرة أخرى يزداد مالي أزداد ثراء أليس هذا رائعا أناثري المال يأتي في حياتي بسهولة أحصل على المال بسهولة المال يحبني حياتي تمتلئ بالثراء المالي هذه الكلمة تشاهدوها نعملها بالأخبر تبدأ الآن بشم المال بشم المال وتردد معي أنت الآن تبدأ تشم المال وتردد فقط المال يحبني المال يحبني المال يحبني المال يحبني المال يحبني نرجع نقوم بإرجاعها إلى وضعها حياتي تمتلك بالثراء المالي أيضا نقوم بتكبيرها ها شباب تركز عليها نعملها كلا الله دعونا نرتبها حياتي تمتلك بالثراء المالي تركز على الكلمة حياتي تمتلك بالثراء المالي تشمل مالي تقول حياتي تمتلك بالثراء المالي حياتي تمتلك بالثراء المالي حياتي تمتلك بالثراء المالي شكرا للكون الذي يثريني نقول هذا الآن اوكي ايضا نكبر هذا شكراً للكون الذي يفريني مهم أيضاً هذا التطبيق بغاية الأهمية شباب شكراً خاصة كلمة شكراً مهمة شكراً للكون الذي يفريني ممكن تأتي بالقطعة المعدنية ها؟ أمسكها الآن أنا أمسكها القطعة المعدنية مهمة ها؟ لاحظتها سمعون صوت الخرخشة قطعة المعدنية فتمسكها في يدك ممكن اليمنى اليسرى تضعها في يدك اليسرى اليمنى أوكي؟ حياة جميلة شباب نعيش في كون الثراء أفرحه طبعاً أفرح الآن فرفش حياة جميلة لا تنظر إلى مشاكلك إلى همومك خطأ خاطأ لا تنظر إلى ماذا قالت أختك قال أخوك اترك 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 كل شي لان واتحد مع الحب هذا كون الحب كون الثراء الكون يريد أن يثريك هل تعرف هذا؟ هو كون كله ثراء الكون يريد سعادتنا قل هذا الآن سمعونا سمعونا واحد أريد منكم أن يقول الكون يريد إسعادي ممكن واحد يتكلم منكم الكون يريد إسعادي شوية فرفشو أنا أستاذ يلا قولي يلا الكون يريد إسعادي نعم مرة أخرى رجان الكون يريد إسعادي الكون يريد إسعادي طيب قولي الآن تقرين هذه الكلمة شكراً للكون الذي يثريني شكراً للكون الذي يتريني آمين قولي الكون يريد إسعادي لو من فضلك تقوليها الكون يريد إسعادي هذه حقيقة هو كون الثراء الكون يريد إثراؤك آمين 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 فالكون طبيعته هو الثراء هذا الكون والكون يريد إثراؤك هذه الحقيقة وهذه الحقيقة لن تتغير لن لن أبدا لن تتغير المشكلة التي تواجه الإنسان أو تواجهك هو ارتباطك ممكن بالظروف السلبية يعني فكر سلبي ممكن شخص تكلم ضدك تفكر تقول لماذا فلان هذا تكلم ضدي أو ممكن أن تحاور باتجاه المستقبل خائف ممكن من المستقبل فهذه تسمى انقباضات نفسية نفسك هيك منقبضة فيجب أن تقوم هيك بجلسات استرخاء اللي نعملها الآن أيضا مسامحة النفس وجعل كل هذه الطاقة السلبية تتركك لا تنفعنا الطاقة السلبية أبدا لا تنفعنا بماذا تنفعنا الطاقة السلبية وماذا نفعتنا فكر بهذا قل القلق ماذا نفعني أو القلق بماذا نفعني الخوف بماذا نفعني التشام بماذا نفعني اجلب كيك كيك عصير احتفل حياتنا شباب كل احتفالات حقيقة يعني فامسكنا الآن القطع النقدية وقول شكرا للكون الذي يثريني وعندما تقول شكرا للكون الذي يثريني أريدك أيضا أن ترى يعني أن تنظر أقصد إلى القطع النقدية وإلى الأوراق المالية الكون يريد إسعادي الكون يريد إثرائي الحقيقة التي لن تتغير أن الكون يريد يريد إثرائك لماذا لأنه حقك الثراء هل تلاحظون شباب حقك هو الثراء هذه ليست مجاملة حقك حقك هو الثراء مختوم عليك أنك تصبح ثري قول هيكي مختوم في حياتي ختم في حياتي أنني أعيش الثراء مختوم في حياتي ختم أعيش الثراء أعيش النجاح أعيش النجاح نقول الآن نمسك الأوراق المالية الكون يريد إسعادي الكون يريد ثرائي حقي هو الثراء الكون يريد ثرائي قل هذا حقي هو الثراء حقي ماذا هو الثراء مختوم في حياتي أنني أعيش الثراء أعيش النجاح أعيش الصحة أعيش الفرح أعيش ماذا الفرح أعيش الإبداع أعيش التألق الكون يريد إسعادي الكون يريد ثرائي حقي هو الثراء مختوم في حياتي أنني أعيش الثراء أعيش النجاح أنت ماسك أكرر يعني باستمرار أعتذر لو أكرر أكثر من مرة فقط لكي أنبهكم فأنت ماسك الأوراق المالية وتقول الكون يريد إسعادي الكون يريد ثرائي حقي هو الثراء مختوم في حياتي أنني أعيش الثراء أعيش النجاح أعيش الصحة أعيش الفرح أعيش الإبداع أعيش التألق شكرا كلمة شكرا مهمة بالمناسبة جدا مهمة تقول شكرا للكون أو شكرا إلى الله نفس الشيء بالمناسبة شكرا إلى الله تريد أن تقول الرب نفس الشيء شكرا للكون أو شكرا إلى الله شكراً إلى الرب نفس الشيء شكراً شكراً نستمر نقول شكراً شكراً جميلة جداً شكراً شكراً ويجب أن تعرف الكون يثريك الآن نعم هكذا يأتيك مبلغ هذا الذي نقصد فيه يجب أن تعرف هذا ممكن عشرين ألف دولار خمسين ألف دولار يحدث الكون يعني لا يرى الكمية كما نحن نراها يعني الإنسان يعتقد مليون دولار شيء كبير أو كثير أو تريليون دولار شيء كثير هذه التريليونات في الكون ليس لها أي حجم يعني الكون لا يقيسها مثل ما نحن نقيسها فالكون هو ثراء غير محدود فيعطيك الكون خمسين ألف دولار مات ألف دولار أطمح أطمح لهذا قول أحصل اكتب يعني اكتب الرقم الذي تريده الآن أحصل على وأكتب أحصل على وأكتب كم لا أعرف أحصل على ثم تضع الرقم هكذا تضع الرقم أوكي بعدها تقول ماذا شكرا شكرا للكون شكرا للكون شكرا للكون شكرا للكون شكرا للكون شكرا للكون العظيم هكذا شكرا